اشتركوا في القناة نتائج النهائية لجميع الدوائر الانتخابية على عموم التراب الميتاني بعد فرص 86 في المئة من صناديق الاختراع الخاصة من الانتخابات البلدية على مستوى نواكشوت تصدرت المنافسة لواء حزب الاتحاد الجمهورية وتحالف أحزاب منتدى المعارضة وتصدر أيضا حزب طلاع التغيير في بلدة سبخة يليه تحالف المنتدى بفارق طفيف مع حزب الاتحاد الجمهورية كما حل حزب الجبهة الشعبية في المرتبة الثانية ببلدة لكسر لينافس على الأحلى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية متقدما على تحالف المنتدى المعارض هي نتائج جزئية حتى الآن على مستوى البلديات وكذلك على مستوى لائحة نواكشوت التي أوهرت النتائج الأولية لنواب العاصمة نواكشوت تقدم حزب التجمع الوطني صلاح وتنمية تواصل بفارق طفيف على حزب الاتحاد الجمهورية وذلك بعد فرز أكثر من 80% من النتائج حيث بلغ مجموع الصنادق التي تم فرزها 551 من أصل 655 صندوقا جاءت النتائج الأحزاب العشر الأولى على النحو التالي تجمع الوطني صلاح وتنمية تواصل 13% الاتحاد الجمهورية التجمع الوطني صلاح وتنمية تواصل 13% أي 15431 صوت الاتحاد الجمهورية 15258 صوت أي نسبة 12.85% يأتي بعد ذلك تكتف القوى الديمقراطية بنسبة 4.35% فاتحاد قوى التقدم بنسبة 3.72% فحزب الصواب بنسبة 3.07% والتحالف الشعبي التقدمي بنسبة 2.61% أي 3.105 صوت الاتحاد الجمهورية والتقدم في المرتبة السابعة من حيث النتائج وحصل على نسبة 2.32% يأتي حزب الغد الموريتاني والتحالف حزب الغد الموريتاني الذي حصل على نسبة 2% وتحالف حزب الرفاه الموريتاني وحزب طلاع التغيير الموريتاني هذا التحالف حصل على نسبة 1.8% وستين بالمئة أي ألفي صوت حزب الشورى من أجل تنمية حصل على 1.293 صوتا أي نسبة 1.59% هذا عن النتائج الجزئية الأولية لنواب النواكشوت التي تم فرز 84% بالضبط 4.12% منها حتى اللحظة هناك أيضا نتائج بعض الحسم في بعض الدوائر الانتخابية مثلا كدائرة أدرار حيث أظهرت نتائج شبه نهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات اليوم الثلاثة حصول حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على نسبة 60.42% من أصوات الناخي منه ذلك بعد فرز 123 مكتبا من أصل 142 مكتبا بولاية أدرار أي نسبة 86.62% تمكن الحزم من حصد 15.698 صوتا وهي نسبة 60.42% وهذا عن الدوائر الانتخابية التي تم فيها الحسم هناك نتائج لائحة الوطنية المختلطة والتي تصدر أيضا فيها حزب الاتحاد الجمهورية هذه القائمة لتجمع الوطني صلاح وتنمية التواصل تصدر حزب الاتحاد من نسبة 16.96% أي 40.387 صوت هناك تواصل بـ 21.240 صوت وتتتابع الأحزاب السياسية كالاتحاد في المرتبة الثالث من أجل الديمقراطية والتقدم 4.5% اتحاد قوى التقدم 3.8% تكاتل قوى الديمقراطية 2.1% التحالف الديمقراطي الوطني 2.2% وحزب الصواب 2.5% حزب الكرامة 2.8% التحالف الشعبي 2.1% الوحدوي لبناء موريتانيا 1.9% والشورى من أجل التنمية حصل على نسبة 1.8% أي 3693 صوتا حزب عادل حصل على 2.726 أي نسبة 1.38% فالتحالف من أجل العدالة والديمقراطية حركة التجديد 2.726 صوتا أي نسبة 1.3% في الأخير يأتي حزب المستقبل بـ 2021 الصوت أي نسبة 1.4% هي مجموعة من النتائج الأولية عن بعض الدوائر الانتخابية وحديث عن إعادة الشوط في بعض الدوائر الانتخابية هنا في العاصمة أنواكشوت ويتعلق الأمر بولاية أنواكشوت الشمالية دار نعين توجوني تيارد وولاية أنواكشوت الغربية بلد تفراغ زينة السبخة ولكسر معي للتعليق على نتائج هذه الانتخابات الانتخابات حتى سبتمبر أي نتائج الجزئية والأولية حتى الآن الأستاذ صلاح محمد فاضل أهلا بكم صلاح أهلا بكم شكرا على تلبيت الدعو صلاح تابعتم النتائج الأولية والجزئية التي علنت عنها اللجنة المستقلة الانتخابات من خلال فرز بعض المكاتب هناك مثلا العاصمة أنواكشوت تشهد تنافسا حميما حتى الآن بين حزب السعادة الجمهورية وحزب تواصل وهناك حزب التحالف الشعبي التقدمي تكتل القبل الديمقراطية وأيضا الصواب وبعض الأحزاب السياسية كيف قرأتم هذه النتائج الأولية لكن قبل ذلك كيف قرأتم الضغط الذي تتعرض له المستقلة الانتخابات وهي لم تخرج النتائج النهائية حتى الآن في ظل يعني حديث الفضاء الأزرق ونتائج وأرقامها خيالية صف البعض وعنى نواب هناك في الفضاء الأزرق شكرا جزيلا فعلا هذه الانتخابات لم تشهد موليتانيا انتخابات تماثلها في السابق من حيث عداد اللوايح المترشحة وهذا ما جعل كما تفضلتم التنافس الشدي قويا وهذا أيضا ما أدى إلى بطء إخراج هذه النتائج من طرف المستقل للانتخابات ومع ذلك كل ساعات أو كل يوم هناك نتائج جديدة المستقل للانتخابات أعتقد أن الوقت داهمها ما كان لديها من الوقت ضيق وأعتقد أيضا أن اختيارها لعناصرها ربما شابه الكثير من الأمور التي تم الحديث عنها من خلال اختيار أشخاص ربما ليست لهم تجربة كافية في ذلك بل حتى اختيار حكمائها أيضا معروف الكلام الذي حدث عنه والقيل والقال الذي تم الحديث عنه في البداية حينما تم اختيارهم هم أيضا على الأساس الذي اختاروا عليه أساس الذي تم اختيارهم عليه اختارهم أيضا الكثير من الأعضاء لا أقول جميع الأعضاء لكن أغلبية الذين تم اختيارهم للمكاتب لإدارة هذه جملة خطوات التي اتخذتها إضافة إلى ضيق الوقت هي التي ربما جعلت المستقل للانتخابات في هذا الارتباك وفي هذا التأخر وأذكر أننا في الرئاسيات الماضية حصل نفس الشيء ربما إلى أن اضطرت اللجنة إلى أن استعانت بآخرين لم يكن ضمن التشكلة التي كانت معدسة خاصة في المجال المعلوماتي وهو ما أنقلها أنا ذاك فنيا نعم اليوم الانتخابات أكثر أشخاصا وأكثر تعقيدا وخمس عمليات اتخابية في عملية وفيها عملية جديدة تسمى باللوايح الجوية لم تكن معروفة من قبل لدى الناخب المولداني هذه المحصلة هذه المحصلة أفرزت نتائج أو لا تزال تفرز نتائج متضاربة من الحين بين الفينة والأخرى كما تفضلتم عالم الفيسبوك له نتائجه عالم الصالونات له نتائجه والإعلام أيضا لآخر له نتائجه والمستقل للانتخابات لها نتائجه هي المصدر والتي تعتبر هي المصدر الآن كنت تتابع بعض النتائج متعلقة ببعض الجهويات في الداخل يرون البعض يرى أنهم حسموها والأطراف الأخرى يقولون أن هناك الشوط ثاني وهذه الحالة تكررت وفي النهاية يتم تكون السيني أو المستقل للانتخابات هي المصدر إذن نحن أمام انتخابات معقدة يجب أن لا نستعجل في الحكم عليها ولا نستعجل في الحكم على نتائجها رغم ذلك هناك بعض النتائج التي تأكد حسمها سواء على مستوى نواب شو خاصة في المستوى الداخل مثل ماذا؟ مثل مثلا نتائج مثلا نواذيبو تم حسمها لصالح أربعة أحزاب بالنسبة للنيابيات وشوط ثاني بالنسبة للبلدية نتائج مقاطعة حسبها بالنسبة للبلدية المركزية وبالنسبة أيضا لنواب المقاطعة نتائج المذررة تم حسبها لصالح حزب الاتحاد المجمهوري هناك تضارب الأنباء حول أبو تيليميت وحول ركيزها وبالنسبة لأدرار هناك أيضا مقاطعة أدرار هناك أيضا الحوض الغربي بالأمس كان حزب التواصل يرى أن لديه مقعد في مقاطعة كوباني واليوم ربما تغير الحال وأصبح هناك شوط ثاني أيضا في ولاية الحوض الغربي بلديات العيون وأيضا شوط ثاني في بعض مناطق ولاية الحوض حوض الشرقي في تقالد تم حسم أغلب مقاعد لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهوري خاصة فيما يتعلق بالنيابيات على مستوى مقاطعات تجججة التشيط والمجرية بقطعات ولاية التقاند في ولاية قرقل هناك النسبية الولايات التي توجد بها النسبية لا تطرح إشكالا كبيرا لأنها تم مفرز النتائج وبالتالي ينظر إلى نسبة الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب ومن هنا تكون النتائج بإمكاني الإعلان عنها بسرعة بالعودة إلى نواكشوت وهناك توجه نواكشوت مؤجلة على حسب المعطيات الأولية حسب النتائج الأولية للشوض الثاني بين أحزاب بين الحزب الحاكم بدرجة الأولى وأحزاب معارضة يعني الشرسة كتواصل وحزب منتدى تحالف المعارضة وكذلك حزب تحالف منتدى المعارضة يعني جهة منتدى المعارضة هناك حزب الطلاع قوى التغيير يعني والجبهة الشعبية حتى يعني هناك أشواط ستعاد في نواكشوت كيف قرأتم النتائج الأولية انطلاقا يعني يعني مستقبل النتائج الأولية انطلاقا من ميصدر حتى الآن نواكشوت ليست المرة الأولى التي يختخض فيها إلى أحزاب الشعوط الثاني وهذا منذ قديم نواكشوت منطقة ليست محسوبة لجهة معينة ولا لرجل أعمال معين ولا لنافذ معين وبالتالي هي منطقة تتميز بهذه الميزة إضافة إلى أنها تتميز بميزة الوعي أكثر من غيرها من المناطق ومن هنا فإن احتمال الشعوط الثاني بينها إلى أحزاب واحتمال وارد هناك أحزاب تحدثت عنها وجودها في المشهد السياسي ليس كبيرا كحزب طلاع التغيير وحزب الجبل الشعبية لكن ربما رشحت أشخاصا لهم مكانتهم وانطلاقا من مكانة هؤلاء الأشخاص ونفوذهم وشعبيتهم استطاعوا أن نسب مفاجئة ربما للحزب نفسه أن يحصلوا على هذه المقاعد وهذا حصل حتى في الكثير من المناطق ليست على مستوى نوار فقط الكثير من المناطق التي بفضل أشخاص ذوي نفوذ وذوي شعبية معينة وذوي مكانة معينة سمعة معينة استطاعوا أن يحصلوا على أصوات أكثر مما حصل عليه الحزب المرشح لهم إذاته بخصوص بعض المناطق هناك منطقة مقاطعة عرفات ومقاطعة دار معين ومقاطعة التجونين هذه المناطق الثلاث عادة وحتى مقاطعة تفرغزينة مناطق تنافس شديدة خاصة بين حزب حزب الاتحاد الجمهورية وحزب حزب تواصل معروف أن مقاطعة عرفات عرفات كانت نسبة الفرص فيها 98.6% حسب النتاج الأولية تم فرص 95 مكتبا من أصر 96 مكتبا يعني تقريبا الفرص النهائي هناك تحالف منتدى المعارضة حصل على 6.649 الصوت أي نسبة 29.39 وهناك حزب الاتحاد الجمهورية حصل على 5.735 أي نسبة 25.35 يعني كيف تقرأ حظوظ الحزبين حزب الاتحاد الجمهورية وتحالف منتدى المعارضة في هذه المقاطعة التي وصفت خلال السخارة الماضية بأنها عرين عصية عرين تواصل فعلا هذه المقاطعة وهذا يعرفون الجميع هي مقاطعة محسوبة على تواصل حتى من أيام الرئيس على الإسلاميين حتى من أيام الرئيس معاويل الطائر وبالتالي أيام كتلة الإصلاحيين الوساطيين وغيرها قبل كتلة الإصلاحيين أيام حينما كان الرئيس جميل يرأس عمدة لهذه المقاطعة منذ ذلك التاريخ وهي معقل لجماعات الإسلامية ولا تزال حتى الآن مع عمدتها الحالي حسن محمد زعيم المعارضة هذه المرة الحزب الاتحاد من الجمهورية كثف جهوده فيها ويحاول أن ينتزعها وطبعا لا تزال الفرصة لديه لأن هناك شوط ثاني بالتأكيد وهناك الكثير من الأصوات التي كانت لصالح أحزاب أخرى لسات حزب التواصل هناك أيضا الكثير من الأصوات التي لم تصوت في الشوط الثاني الأول وربما تمس جدابها قد تنتزع عرفات من الإسلاميين وقد أيضا يتمسك الإسلاميون بها وقد يكون الدور الذي سيلعبه الحزب الاتحاد من الجمهورية ربما أيضا تواصل يلعبه وخصوصا أن هناك تحالف ويحافظ على خصوصا أن هناك تحالف من تداء المعارضة أن هناك تحالف بين أحزاب المعارضة بأنها ستصوت في الشوط الثاني نعود للرياض ولميناء وصراع الشوط الثاني معتراك الشوط الثاني لكن بعد هذا الفاصل نأخذ فاصل مشاهدنا ثم نواصل شكرا شكرا أهلا بكم الجديد إلى الجزء الثاني من حلقة هذا المساء من برنامج المشهد والتي نناقش فيها ونعلق ونحلل أيضا نتائج الأولية الجزئية لاستحقاقات فاتح سبتمبر شكرا قبل أن نتحدث عن الشوط الثاني احتمال الشوط الثاني في بعض الدولة الانتخابية هنا في ولاية أنواكشوت تحدثنا عن عرفات هناك تحالف المعارضة هناك حزب الاتحاد من أجل الجمهورية نتحدث عن الرياض أيضا هناك حزب الاتحاد من الجمهورية لديه أكثر هذا الفرز 61 مكتب من أصل 66 مكتبا نسبة الفرز وصلت ل92.42% الاتحاد من الجمهورية حصل على 2064 أي نسبة 14.8% تكتل منتدى المعارضة حصل على 1400 صوتين أي نسبة عسرة فاصل 1% يعني هناك دوائر انتخابية كانت محسوبة على المعارضة كانت يعني المعارضة خلال الانتخابات واستحقات ماضية تحقق فيها حسما كعرفات التي وصفناه بعرين الإسلاميين والمعارضة بعض الدوائر بعض الدوائر الانتخابية هناك تبادل حسب هذه النتائج الأولية لربما الدوائر الانتخابية هناك حزب الدولة أو كما يصف حزب التحادم الجمهورية يقول لك الحزب الحاكم يعني حصل على دوائر انتخابية كانت تقليديا في يدي المعارضة والعكس وهذا خاصة حصل في الداخل أن النواكسوط لم يحصل فيها حتى الآن لأنه لا نزال هناك ربما شهر ثاني في أغلب مقاطعات وملايات النواكسوط لكن في الداخل حصلت استطاع الآن حزب أن ينتزع بعض المقاطعات التي كانت محسوبة خاصة لحزب التواصل وهنا أضرب مثالين مثال الأول يتعلق بمقاطعة الطينطان مقاطعة الطينطان كانت لحزب بها نائبين لحزب التواصل لكن الواضح أن المصوتون هنا وأن الفاعل السياسي الرئيسي للمقاطعة هو النائب السابق لتواصل والسيدي والسيدي ولذلك حينما غادر هذا الرجل تواصل إلى حزب التعامل الجمهورية استطاع أيضا أن يحصل على نائبين وأن يحصل تواصل على النائب الثالث لأن المقاطعة أصبحت في هذه إنتزعت المقاطعة لأن تزعت المقاطعة حالا بأغلبية من المعارض هناك أيضا مقاطعة أخرى وهي مقاطعة واد الناقة مقاطعة واد الناقة كانت فيها نائبين لحزب التواصل واليوم نائبين لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية لكن هذا يفسره ربما أن العمدة وحتى العمدة المركزية العمدة السابقة لتواصل في المقاطعة لم يكن أصلا من حزب التواصل وإنما كان أيضا من حزب حتى تكتل قوى الديمقراطية بشعبيته وبمكانته في المقاطعة استطاع انطلاقا من حزب التواصل أن يحصل حزب التواصل على البلدية المركزية وأن يحصل على نائبين في هذه المنتخابات هذا الشخص وداعمه لم يكنوا مع حزب التواصل وبالتمالي ربما هناك أحد الأسباب التي جعلت ويفقد هذه المقاطعة لكن بالمقابل هنا وشير لأن التواصل الآن برز في مناطق لم يكن موجودا فيها كما حصل على نائب في نواذيبو وحصل على نائب في سيريبابي وبالتالي ربما يكون الخسارة هناك يعوضها ويعوض جزيلا كبيرا منها حصوله على مقاعد تبادل لبعض الدوار الاتخابية التقليدية بل إن هذا يعتبر نصرا والله ربما وجود جديد لهذا الحزب في بعض المناطق التي لم تكن معهودا فيها جميل جدا هناك در نعيم ومسبة ولاية مكشوط الشمالية نسبة الفرز فيها 77.5% بها الاتحادة الجمهورية تحالف عزاب منتدى يعني تجونين 92.13% يعني نسبة الفرز تم يعني هذا فرز 82 مكتبا من أصل 89 مكتبا بتجونين التيارت أيضا يعني تفرق زينة نعم تفرق زينة نسبة الفرز وصلت 90.91% من أصل ثماني مكتب من أصل 88 مكتبا بها وتشهد شوط ثاني ربما سيكون ساخن بين ابن عبد المالك ومحمد جميل ولمنصور وحتى هناك أحزاب في الترتيب ما تحدثت عنه هنا يتعلق بالمجلس الجهوي بين ابن عبد المالك وبين مرشح المنتدى وهو هنا ليس مرشحا لتواصل وإنما هو مرشح من المنتدى بشكل نعام وطبعا هو شوط ثاني وهنا أشير إلى ملاحظة وهي أن منت عبد المالك كانت عمدة لتفرق زينة وكانت راكمة تجربة نعم ولدها تجربة في تفرق زينة ولدها شعبية في تفرق زينة لكنها الآن تخض على مستوى مختلف ولايات وكشوط وهذا ربما يضعف مكانتها حضوها حضوها يضعف مكانتها أو يجعل جهودها يجب أن تتضاعف أو يجب أن تتضاعف لأنها لم تكن تعمل سابقا في هذه المقاطعة وإنما كانت تعمل فقط في مقاطعة تفرق زينة حاجم المنصور أيضا ينطلق من خلفية حزب له حضو في مقاطعتين وهما عرفات وتجنين ودار النعيم في الوقت الحالي وبالتالي يجب عليه هو أيضا أن يكثف جهوده وعلى المنتدى بشكل عام في مقاطعات أخرى لم تكن له ومن هنا فإن هذا هو ما جعل المنافسة قوية والمنافسة شرسة أحزاب منتدى وقعت اتفاقا بينها في دعم من يتأهل لشوط الثاني مع حزب الاتحاد من الجمهورية لكن هناك أحزاب أخرى كثيرة لم تدخل فيها الاتفاق حتى لا تنتمي للمنتدى ربما تكون في الشوط الثاني من ناصيب من تعبد المالك وبالتالي يكون حظها في الفوزة أيضا واردة على مستوى النواب في البرلمان سباق النواب في هذه الانتخابات هل تتوقعون حصونا لأغلبية مريحة لحزب الاتحاد الجمهورية وهو يتصدر حتى الآن أغلب الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالمقاعد النيابية في البرلمان القادم أم أن المعارضة ستحصل على الثلث المعطل كما يقول البعض في البرلمان القادم أغلبية مريحة أقول أغلبية لكن لا أقول أغلبية مريحة أغلبية مريحة يعني بزيادة وعشرين نائبا وسيتصدر المشهد في النيابيات في جمعية الوطن حزب الاتحاد الجمهورية لكن يلزمه ربما أن يتم دعمه من طرف الأحزاب الأغلبية وهذا ما سعر محمد العبد العزيز إلى حول التفادي وهو أن يكون حزب الاتحاد الجمهورية أن يعتمد على نفسه على نوابه وعلى حزبه دون أن أن يلجأ إلى الأحزاب الأخرى وبالتالي أعتقد أن هذه الانتخابات ربما يضطر حزب الاتحاد إلى أن يتعاطف أو يتعامل وتعاون أو يتعامل أو يتعامل أو يتعامل أغلبية الأخرى بخصوص ما يسمى بالثلز المعطل الجمعية الوطنية أعتقد مئة وسبعة وخمسة حوالي يجب أن يكون هناك أزيد من خمسين خمسين نائبا وأعتقد أنه من الصعب جدا أن تحصل المعارضة بأجمعها على الثلز المعطل جميل جدا جميل جدا لا تتوقعوا حصول المعارضة خمسين نائبا أو يزيد مسألة 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 حتى نتاجه أولي لكن هناك مسألة البرلمان اليوم دخله أشخاص عن طريق أحزاب ربما أحزاب أغلبية لكنهم أشخاص ربما تكون لهم رؤاة مغايرة وربما تكون لهم رؤاة لطرح الحزب الحاكم لطرح أن الله مثلا ربما تكون لهم رؤاة ليس من السهل مسيرهم سيرهم في فلك الأغلبية أو ضد المعارضة أنا أذكر هنا مثلا خليل لنحوي أذكر محمد المين والسدي مولود إن تم له النجاح وغيرهم من الأشخاص الذين ربما تأتي بهم النتائج القادمة ربما يكون لهم رأي مغاير ومع ذلك هذا البرلمان يذكرون البرلمان الذي سبق البرلمان الحالي وبرلمان 2006 كان فيه كثير من الأصوات وكان فيه كثير من المعارضة ومع ذلك ظل حزب الاتحاد والجمهورية متفوقا ممررا لقراراته متمسكا بأغلبيته حتى في تلك الفترات التي كانت فترات الربيع العربي جميل أنا لا لا تتوقعون حصول المعارضة على الجزء المعاطنة تتوقعون حصول حزب الاتحاد والجمهورية على النسبة الأغلبية لا تقول الأغلبية المريحة لكن الأغلبية التي تسمح بتمرير خطاب المشاريع هناك فرق هناك مثل قانونية هناك فرق بين أن نمرر الأمور المتعلقة بالدستور وهناك فرق بين تمرير المشاريع القوانين الأخرى العادية وبالتالي بخصوص مشاريع القوانين العادية الاتفاقيات وغير القوانين أخرى وغيرها تقليدية هذه من السهل تمريرها من طرف حسب ما أعتقد أنها تمرر بأغلبية عادية الأمور الأخرى هذه تحتاج ربما لتحالفات وأعتقد أن هذه التحالفات ممكنة بل حتى واردة أن تكون هناك كل ما يرى تراه الأغلبية جميل جدا تتوقعون حصول الاتحاد على هذه النسبة دون أن تكون هي الأغلبية المريحة التي نادى بها الرئيس نعم نتوقع حصول الاتحاد على أغلبية على أغلبية لكن حتى الآن في المقابل أستاذ صالح في المقابل يتحدث البعض عن التصدع الحاصل في البيت الداخلي للأغلبية ربما هو ما جعل الرئيس ينزل بنفسه إلى الحملة الاتخابية للحزب للاتحاد الجمهورية ويطالب الناخبين بالتصويت لخيارات الحزب استمرارا لمسيرة البناء والتطور التي بدأها يعني يعني بعد هذه الانتخابات وهذا البرلمان يتحدث البعض بأنه سيكون أهم برلمان في تاريخ موريتانيا إذ أنه في مرحلة انتقالية من ونهاية أيضا مأمورية للرئيس الحالي سيد محمد العزيز يعني كيف تقرأون هذه الجزئية هناك ملاحظة قبل أن نجيبها وهي أننا نحن نتحدث عن أغلبية مريحة وغير مريحة للاتحاد الجمهورية نتحدث عن ما صدر حتى الآن من النتائج لكن هناك نتائج كبرى لا يمكن أن يتم الحسم فيها وهي المتعلقة بلايحة الوطنية للنساء واللايحة الوطنية بشكل مختلط لأن هذه يجب فرص جميع جميع الصناديق حتى تتعرف القاسم الانتخابي وانطلاقة من القاسم الانتخابي ستعرف كم يحصل على كم يحصل بخصوص ما تفضلتم به رئيس محمد العبد العزيز خاض الحملة سواء وزار جميع الولايات سواء كان هناك عقد مهرجانات سواء كان من أجل تدشين يومر أو من أجل تمرير خطاب الحزب وكان حريصا على أن يتم التصويت لحزب الاتحاد من الجمهور وقال في خطاب الاختام كلمة مشهورة وهي الأحزاب الأخرى لا نولد أن نعتمد عليها أو ربما عبارة معناها لا نطمئن لها صوتوا لحزب الاتحاد ضمنيا لا يطمئن لبعض الأحزاب الأغلبية صوتوا لحزب الاتحاد من أجل الجمهور أكثر ضمانا نعم أكثر ضمانا وأعتقد أن جولته الرجل لم يعد يغفل أغلبية ببعض أحزاب الأغلبية على الأحراب لا يعد يأثق فيها أو يريد أن يخفف مؤونة الأمور يريد أن تكون التعامل مع حزب سياسي واحد أسهل وضبطه أسهل وهو يشكل خيطا ناظما له وبالتالي تفرق الاتفاقيات والتحالفات يرى أنه من الأفضل أن يكون التعامل مع حزب واحد هو مؤسسه وهو المتحكم فيه هو الناظم له جميل جداً شكراً جزيلاً لكم صلاح محمد فاضل كنتم مع ناظم من هذه الحلقة التحليلية لبعض نتائج الأولية لانتخابات فاتح سبتمبر البلدية والجهوية والتشرعية والنيابية شكراً جزيلاً لكم على كل هذه المعلومات وكل هذا التحليل وسائل تصدر شكراً جزيلاً لكم مشاهدي قناة المرابطون في كل مكان سنعود من خلال المشهد والمشهد الانتخابي للتعليق على نتائج انتخابات فاتح سبتمبر رئيس ما يتم الإعلان النهاية عن نتائج هذه الانتخابات شكراً جزيلاً لكم دمتم في حفظ الله وإمانا شكراً جزيلاً لكم اشتركوا في القناة